السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انكم من قصتنا فصلية الضابطة للضابط ويا البابت الثالث مريم شبيه هي شبيه زيود زي دحجي العم حنان زيد داعم لواحد والولد حالته خاطبة كلاش مريم عزب عيني زين هسه هما بيوم مستشفى العم حنان يوم كادري ذريذتي خاضري عم تشوفي بيوم مستشفى مريم هي اتصالت على عمه العم هاي عمه شبي بيكم شي مريم لا عمه لا عمه بس بيوم مستشفى انتو العم مستشفى الفلانية مريم جايتكم هسه العم على راحته هسه اروح الزيد زي داعم أبعت انتو الظهر لجماعة وتواناسة والبراجعة رجعت البيض وشان اسوقا بالسيارة المالتي وحسيت الى ضربة ولد شاب تاربا عمه عشرين سنة نزلت ركض الى صعدت بالسيارة بودية المستشفى خابرت اهلي واهلي شيوخ عشائر من لين البصرة واخر 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 فترة لين الطريق بعيد ظلوا يصريحون واجروا اياهم ولد الضابط يطلع عمه سبع وعشرين اروح المريم انا رحيت بدلت لبس الزي داعمالتي حطيت متهدس بخصر على السيارة ونزلت ركضت السيارة شخطتها بالمستشفى وليقيت ناس مع القلين ولد ولد مبين ولد مبين ضابط لعلكم انا بثرة عقيد مريم مهتميت للناس ركضت الحضايا للزيد وقلت له لا تخاف ما يصير لك شيء كان ان شاء الله وعمي همه همي الحضنته حضنت انا هم انا هم درعة بعيني بس ما اريد ان ازلها قدام اهلي والناس ما احبا احد يعرف نقطة ضعفي اسرع عرفكم على عالة البطل السلام عليكم وياكم الضابط حسن رح اعرفكم على روحي حسنان الضابط حسن برتبة عقيد عمي سبع وعشرين انا عصر بنا وعائل ثمت كونا من الام اسرع والاب نجم واخوات اثنين الاولى طيبة كلش وحبابه وطيب قلبها على اسمهم الزوجة والثانية مونة خبلة البيت هم حبابه وقلبها طيب وسنقلوا اخوان واخوان اثنين انا ثالثهم الاول انا حسن الثاني موسى حباب وهسا هم يعرف عن نفسه والثالث همين نفس الشيء بس شنو عصبين احنا الاخوات بس بنفس الوقت تمام نضحك وصولف نجتمع كل جمعة خلي اعرفكم عن نفسي نفسهم الاب نجم انا ابو حسن يسوعه للشيخ العشوات فلانية عملي خمسة وخمسين سنة قلبي طيب بس عصبي ولدي طائين عليها احنا عايش يبلبصو حالة المادية كل زينة وعدنا بيوت عقابات وانا عندي معرض صيابات ومثل ما قال حسن جندي مثل ما قال حسن عندي اثنين بنات وهسه وثلاثة ولد هسه انطي التلفون الباقيين يعرفوا عن نفسه الام الاسرع انا الام الاسرع اوه خمسة وابين حنينك اللي يجعلوا قلبي طيب واحب ولدي هواي وبناتي نفس الشيء هسه انطي التلفون الباقيين يعرفوا عن نفسه طيب انا ما هعرفكم اعرف منه لان انا اعرف وظلا يتعاكن محمد لا انتي ولا انتي انا بالاول اخوة شن يلا والتشن ابنات اوف محمد مرحبا انا محمد اخو حسن عمي 25 سنة انا حباب قلبي طيب بس عصبي وشاب علو حسن ما يقولون حسن حمي الحلوي يعني عائلة حلوة متخرج ووظيفتي محامي بس مرات تشتغل اشتغل بالمعرض ما الابوي اخوي كذا هما راح اعرف اخوي الزغير عمر 18 سنة اللي هو مات كان طايش عكسني انا وحسن دائما يتعرك ويجيب مشاكل بس وفد يوم قال راح اروح البغداد انا وجماعتي ما عرضوا اهلي قال انا مو الزغير اريد اروحا وراح ثاني يوم اجان نخبر دعمته بسيارة بالمستشفى البنات يلا واللي احنا دورنا هاسم محمد اوف اجني القثة طيب انا راح اعرف لان انا الشبيرة منه 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 بهاي قناتني بالشي اهمها لو انا طيبة طيبة انا الاخت الوسطانية يعني مو حسن اخوي تشبيه وراه محمد الثانية النوبة انا وراه عمر 23 سنة من زوجه ازوجت قبل سنة وهس احامل شهر السابع وزوجت ابن عمي عن حب ومبتاح الحمدلله وياكم منه خبصتني اهمهم انا منه منه انا حلو بحبابه وخبله مخبله البيت عمر 23 سنة وراي كرار اخويه اللي مات وادرس صيدله ومحلة ثانية وشاطرة هسا روح الوقت الحادث حسن قاعدين العاصمة الجمعين اجانا خبر انه كرار دعمت السيارة وانا السودونت وحنا خبرنا العمامي ولد عمامي وحنا البغداد برخصة سرعتنا ام والبنات بالبيت يبتشن وصلنا هناك انصيح شفت الولد واقف عرفت انه هو اللي دعم اخويه بس ما سويت شيء اقال لي ورا شوية اجدت البنية مو ابنية ضيم تقبل ولد عمي كلها الضيق ظلت صافنة عليها وضابطة فوق هذا كله شخصيتها قاعدين احنا نزله لما يفوت منه نزل راسه وهي ابنية رفاتت من يمنه وشخصيتها رافعة وراسها وراحت عضنة الولد وحشتها بس ما سمعنا شيء وحشت رجال شبير بس مو هواية شبير يعني زيان النوب احنا واقفين طلعت الدكتور قال بقية بحياتك انا احنا اصبت كلش رحت للولد ردت اضربه بس ما احسن الا كمشت ايدي واجهة المسدس عليها وانا اهم وجه المسدس عليها لان اثني انه ضباط وبنفس فترة انه قالت لي نزل قلت لها نزلي وانتي هم بس سمعوا الكل ورا الفاتحة يعني ورا ثلاثة ايام نجي لبيتكم ناخذ عطوة وهناك انقاذر شنو مصيفكم اجلت لبنية وقالت بس ايدكم متدمد على اخوي قابل هاي ثلاثة ايام ابتو هذولي كلهم يباروا لي واكو شبابه هو يوزل المعقلة ورشوية طلع الدكتور قال باقية بحياتكم تعرفون اللي صار فوق قبيته واخذت زايد وراحت للبيت وهو وعمي وصلنا حظنته امي والبنات يبشن وقلنا لهم وشان ييجي يبشن بالزايد لان حاسين انه راح يصير شي موزين حسن راحنا البيت والعشبة كلها وناس اخويت كي يت بالباب امي اسراء فتحت يموه واينا ابنش بيه حسن يموه ابنش مات وظلت الضرب الصرخ وبناتها متأثرنا عليه بس هو ما كان يتواجد بالبيت اخويت وقاليها طلعات بس مهم كان يضل اخونا اخوي واحبه وخلصت حسن وخلصت الفاتحة وتجي رجل اليوم اللي يروح به انطلقنا البغداد الظهر طريق البصر شوية طويل وصلنا فتحونا البيت استقبلونا مريم ايجا يوم اللي يجوا بيه الناس بيسحب سباحته بشغطته شعري وكويته هو ناعم بس ان انو اخر شوية الكسرة ولبس ازاي ما للدوام وراحت الدوام قضيت شغلي بسبعة واخرت اجازة الظهر رجعت من الدوام للبيت لقيت الناس جايين ولد هواي والضابط وياهم بس ملابس ملابس الضابط وشروحوا عليهم وطبرت للاستغبال قرفة الضيوف احنا سميها استغبال انتم شو نسمونها مريم دخلت وانا بحيبتي زيل الشرل المسدسي القصري وقلت السلام عليكم وقالت يام عمي وزيد وحتى ولد عمي جايين وعمعمي ظلوا بس يباعون ولد عمي فكوا عليكم عمي قال ابزاي بنتي مامي روح يبتاح بغرفتش وقالت للا عمو تسلم اريد يامكم قال براحتش ردوا عليكم وسلام وحسنوا احنا قاعدنا هم موجودين ولد عمهم يمكن هم وهم يا رجاجي لكوا طبت للايين الشريطة بالمسجرة تقبلوا انهم مسدس والخصري امه وقال سلام عليكم وكنا ردينا السلام عليكم وسلام وقالت يام عمي وقالت للا عمو واسمها مريم حسب الكلام اللي حتشوا ولد عمي فاكين حليكها حليكم عليها وسولفنا وقالنا انريد دم ابنه حتشوا وقالوا عمي عماد قال زيد وحيد اخته اللي هي مريم ابو ابو متوفي من الزغر وهو ما كان متقصد ومشكل ما تردون الفلوس نبطيه حسن عرفت الولد اللي احضنته والكتل والكتل اخوي اخوها وانا قلت والله يا عمي دم ابنه ما يتعوض بالفلوس وحجت مريم مريم قالت العصابي لا والله واشلون يعني هو قابل كان متقصد ابنكم طلع عقب الله قابل مريم متقصد حسن انا اهم قمت قلت الهي لا والله لو اخوي منتبه الطريق كان ما مات اخوي لو اخوش منتبه الطريق كان ما مات اخوي مريم قلت له احترام نفسك انت تعرف فيما انت تتحشي حسن انا اي اعرف انت ضابطة واخت القاتل مريم حتشي تبع صبيانا ضابطة مريم محمد برتبة مريم محمد برتبة عقيد لا تقول على اخوي قاتل فاهم محمد ابو مريم حسن انصدم هي هاي الكل يحتي بها لان نشرف على المراكز مرة اجت للمراكز بيومها وماخذه اجازة ولمن رجعت لقيت الضابط كلها سولف بيها وجمالها وقل لها نتمنى تزوجها وحاتش ايدها وقلت انا وياتش للضابط حسن نجم ونفسه تبتج مريم اي وشي تريد اخل لك تحية ولد عمي مبتضى ومنتصر او منتظر همظ الله ويحجون او مبتضى كماش ايدي وش اوامني قال اهدي يا عصابش لا يصير بيت شي قلت له افكر حسن اشو اجيه ولد يمكن اللي بريد عامها وشاورها ما ادريش حتشو بس انا غرت ليش ما ادري حتش واحد من الشيوخ ما مالتنا وقال ليش ما تاخدون فصلية وخمسين مليون حتش العم عماد لا اقدرني فصلية ما عندي بس فلوس حاضرين من المليون للمليار حتش انا احنا لقى الفصلية وخمسين مليون لو قدم ابنكم قام اولد هثين ويا اخوها وظلوا يصيحون ما نطي اختنا فصلية زايد يقول هاي هاي روحي من بعد امي وابوي اشلون تبدوني انطيكم اياها ابراو على مريم مصدومة مريم حتشو وقالو خمسين مليون وفصلية عمي وولد حتشو نفس ما قرأت فوق وانا صدمت وحشيت كافي الصراحة وجوي حضلوني زايد ومرتضى ومرتضى شاورتهم قلت لهم راح اروح اهم شي انتم بخير زايد ومرتضى ومرتضى شنو